دائما نعيش مع سيرة الحبيب صلوا على الحبيب ودائما نحن في غزوة بدر ومع الدرس الثالث والعشرين بعد المئة الثانية من سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام انتهى الحبيب عليه الصلاة والسلام من وضع حل دائم لمسألة الغناء فعمر عليه الصلاة والسلام بالرحيل إلى المدينة بعد أن مكث في مكان المعركة ثلاثة أيام وكان هذا دأبه دائما سواء انتصر أو انهزم لا يغادر ولا يبارح المكان حتى يقضي ثلاثة أيام فأنتم تعرفون حينما وصل إلى المدينة بدأ يستقبل التهاني وتحدثنا على أن أسيد بن حضير جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذر إليه لأنه لو كان يعرف أن النبي إنما خرج للقتال لخرج معه وهكذا فوصل النبي صلى الله عليه وسلم مع حادث هو موت رقي ابنته رضي الله عنها وأرضاه وكان عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت يعني ذهب إلى عثمان رضي الله تعالى عنه وعزاه أنتم تعرفوا إن شاء الله سبحانه وتعالى لأن عثمان لم يشارك طبعا في غزوة أحد لكونه ظل يمرض ويقوم على شأن ابنت رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى هذا يعني مع النصر يصل النبي صلى الله عليه وسلم وقد فقد بنته الأولى أول بناته لا يلتحق نبي الرفيق العلى مات نولدت بزوج في مكة لقاسم وعبد الله ماتوا في مكة ولكن يد المنون نشبت أظفارها في ابنة رسول الله رقية وهي السبب الذي كان من أجله تخلف سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه لا إلهنا نبي عليه الصلاة والسلام يفكر في قضية عثمان أصبح بلا زوجه وعثمان الحي الكريم الذي نال الوسام الأعظم وهو رضوان الله ورضوان رسول الله عليه يجعل الصحابة يتهافتون نحو كل يريد أن يزوجه ابنته أو اخته لكن عثمان لكن عثمان رضي الله تعالى عنه يأتيه عمر رضي الله فيقول لا خنيس بن حذاف استشهد في أحد وهو زوج حفصة أريدك أن تتزوج منها لا إله الله فعثمان رضي الله تعالى قال له يا أودين الله يجزيك بخير أنا الآن لا أفكر في قضية الزواج ثم ذهب عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر فقال له انظر إلى عثمان ماتت زوجته رقيا ورحت إلي أعرض عليه مناتي وها أنت ترى لم يرد رد علي هذا الطلب فوجد في نفسه تجاه عثمان سيدنا أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى على سكت فقال له أعرضها عليك أنت على سيدنا أبي بكر أبو بكر سكت لم يرد فوجد فوجد عمر في نفسه فذهب إلى رسول الله قل له يا رسول الله خونيس بن حذافة من شهداء بدر وهو زوج لابنتي حفصة ذهبت لكي أعرضها على أبي بكر فسكت فلم يرد علي ولن بارحت إلى عثمان وقد ماتت ابنتك زوجته يعني رد علي ردا كأنه رفض فاعتذر أنه لا يفكر في الزواج فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله بدون تردد صلى الله عليه وسلم عثمان يتزوج من خير من حفصة وحفصة يتزوجها خير من عثمان حفصة يتزوجها رسول الله الله أكبر وعثمان يتزوج ابنة رسول الله الأخرى أم كلثوب الله لا إله إلا الله محبذ رسول الله أردت إن شاء الله أن أبدأ بهذه المسألة في هذا الدرس أن الصحابية حينما يفقد زوجته يجد أصحاب رسول الله من يأتيه ليعرض عليه ابنته ففي مجتمع المسلمين لا يترك أبدا المؤمن بدون زوجه وأن المجتمع كل المجتمع يفكر في رجل فقد زوجته فهو شعور عام بالنسبة للمسلمين وأنتم ترون كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حل هذا الأمر بطريقة لبق وهناك لما علم الناس أن عثمان سيتزوج ابنة رسول الله الثانية وأن حفص المعروض على أبي بكر وعثمان سيتزوج ورسول الله ذهب أبو بكر إلى عمر لكي يذهب ما في نفسه فقال لا أتدري حينما عرضت علي ابنتك أني لم أجبك أتدري لماذا قال لماذا قال إنني كنت أعلم أن رسول الله هو من سيتزوجها وما كان لأبي بكر أن يشيع ويذيع سر رسول الله لا يلا نعود إن شاء الله الآن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ارتاح يوما فأمر بالأسرى أن يقتادوا إلى المدينة فبعد يوم من وصول النبي إلى المدينة وصل الأسرى وكان عددهم سبعون رجلا الله فقسمهم النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وحد 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 اللي عندهم فأوصى بهم الصحابة خيرا أمرهم أن يحسنوا معاملتهم مع الأسرى هذا درس لهذا العالم لهذا العالم الذي لا يقدر حقوق الإنسان حقوق الإنسان كما ورد في جونيف الذي يتحدث عن حقوق الإنسان لا يمكن أن يصل إلى ما وصله تعامل رسول الله والمسلمين مع الأسرى فأوصى الصحابة بالأسرى خيرا واسمعوا ماذا يقول أبو عزيز الأسير أخو مصع بن عمير الله الله قال فرقنا محمد رسول الله على الصحابة يا كسر وكنت أنا في بيت أحد من أصحاب رسول الله 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 وأنتم تعرفون أن أبو عزيز ومصع بن عمير ينتميان إلى أسرة ثرية لها من المال الشيء الكثير هناك في ذلك البيت كان صاحب البيت يأتي بأجود الطمر فيعطيه له فيستبقي رضيء الطمر والخبز قليل في مكة فيعطيه الخبز الخبز في مكة أهم من الطمر الطمر موجود أنا أقول في المدينة الطمر في المدينة موجود والخبز أهم فكانوا يعطون للأسرة الخبز ويعطونهم الطمر الجيد ويستبقون الطمر الرضي يأكلون عملا بوصية الحبيب صلى الله عليه وسلم قال أبو عزيز فأقول أنت صاحب محمد وأنا أسيرك وتعطيني كل هذا خذ شيئا من الطمر الجيد خذ شيئا من خذ قال لا أرصانا رسول الله لا هؤلاء الذين خرجوا لقتال النبي هؤلاء الذين تردوا رسول الله هؤلاء الذين قالوا ما قالوا في النبي وانظر إلى أصحاب النبي كي يتصرفون مع مشركين محاربين مقاتلين يا هؤلاء الذين يفعلون بالأسرة ما يفعلون يشوهون الإسلام ويصورون الأسرة يحرقون هل تعلمتم شيئا من سيرة رسول الله إن كنتم تزعمون أنكم مسلمون فهذا النبي يتعامل مع الأسرة الذين خرجوا خيالاء وكبرا بعدهم وعددهم وقضهم وقضضهم من أجل استئصال دولة الإسلام والقضاء على النبي وأصحابه يقولهم احسنوا معاملتهم احتابوا عزقا لنحشم فكنت أستحي أن أستأثر بالجيد من الطمر والخبز وصاحب البيت يبيت على الطوار وحينما احتج وأريد منه أن يأكل يقول لا لا يمكن تجاوز وصية رسول الله في الأسراء وربي ربي 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 حسنا الدين لأننا جل العالمين حسنا الدين لأننا مهما بلغتم في تدبيج القوانين فإنكم لن تستطيعوا تطبيق ما طبقه النبي النبي لم يكن هذا مكتوب كما كتبتموه في الأمم المتحدة ولكن النبي كان يمارس هذا ممارس فعلية والله الذي لا إله غيره هذه صورة مشرقة لو أزيح عنها التراب وأظهرت للعالم ودرسها الناس لعلموا كيف يتعامل الإنسان مع الإنسان الذي كان يقاتله حينما يسقط السلاح من يده ويقع تحت الأصر كان واحد يقول له ثمامة بن أثال الشيء بالشيء ذكر في السيرة إن شاء الله ثمامة بن أثال هو سيد من سادات غطفان غطفان جاء إلى مكة إلى المدينة لكم تعرفون إن شاء الله تبارك وتعالى وجاء ليقتل محمد صلى الله عليه وسلم مهم فقبض عليه قبض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمر الصحابة أن يربطوه بسارية من سواري المسجد هذا مشرك ربطوه بسارية من مسجد رسول السلاح وكان عليه الصلاة والسلام يأتي خمسة مرات إلى المسجد وفي كل مرة يأتي إليه يقول يا ثمامة يا ثمامة ماذا تقول قالوا يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم إذا كنت تقتل فلك الحق أن تقتل لأنني جئت أقتل إن تقتل فتقتل ذا دم وإن تريد الفداء المال المال موجود وإن تمن منذ الله عليك ثلاثة أصوار تقتل حقك لأنني جئت لكي أقتلك متهم هو يعترف إن كنت تريد المال الفداء أفتدي نفسي بالمال موجود المال أنا سيد غطفان وإن تريد أن تمن المسجد يقول حل وثاقه أطعموه من أحسن ما تطعموه اصقوه فكان عليه الصلاة لحكمة تركه ثلاثة أيام في كل صلاة يسأله نفس السؤال وعندما يسأل نفس السؤال يجيب نفس الجواب لا يزيد ولما انتهت الأيام الثلاثة وقد رأى المسلمين كيف يصطفون بين يدي ربهم خاشعين يتوجهون إليه بالصلاة ليدخل ذلك إلى قلبه ليعرف معنى هذه الأمة الجديدة التي هيأها الله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور ففي اليوم الثالث وبدل أن يأمر النبي عمر الذي كان يترصد ويقول ربما سيأمرني اليوم لأضرب عنقه فقال فك أسره يا عمر وانتظر عمر أن يأتيه الإشارة من النبي لضرب عنقه قال أطلق سراحه يا عمر أنت حر لوجه الله فخرج ثمامة بن أفال حتى ابتعد عن المدينة وعيقن أنه ليس ثمة أحد من أصحاب النبي يتبعه هناك عاد إلى رسول الله وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد الرسول الله أتعلم يا رسول الله لماذا لم أدلب الشهادة وأنا في المسجد وكنت موقنا بالإسلام العظيم الذي تدين وأنا في المسجد أتدري لماذا قال لماذا قال لو أنني نطقت بالشهادة في المسجد لقال الناس إنما قالها خوفا من السيف على رقبته ولكنني حينما أطلقت صراحي وخرجت بعيدا عن المدينة وعيقنت أنه ليس ثمة أحد يتبعني هناك علمت أنك رسول الله وأنني الآن سآتي دون أن يقول أحد ما يقول لكي أتشهد شهادة الحق الشهد دعنا واسمه حسن معاملة الأسير حسن المعاملة كن وأطعمه أطعمه مما تطعم أكسه سقيه لا تعذبه إذا سقط السلاح من يده لا تقتله لا تقتله سبحان الله سبحان الله وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الصحابة ليستشير الصحابة في أمر مستجد وهو أمر الأسرى لأول مرة لأول مرة في تاريخ الإسلام تقع معرك فاصلة فيقع الأسرى بيد النبي هذه لأول مرة سيتعرض لها الإسلام النبي قبل أن يؤمر بأن يحسن إليهم ها هو يحسن إليهم الآن النبي صلى الله عليه وسلم سيجمع الصحابة ويستشيرهم جمع أبا بكر وعمر وبعض الصحابة فقال أشيروا علي في الأسرى ماذا ترون نحن صانعون ماذا نصنع لهم فتكلم أبو بكر رضي الله عنه وأرضان قال يا رسول الله أرى أن نقبل منهم الفداء يفتدون أنفسهم بالمال علاش ويعطي علاش يعطي التعليل لماذا لأننا في أمس الحاجة إلى المال ياك وثانيا شو شو سدي سدي وحبيبي أبو بكر وثانيا لعل ذلك يكون سببا في هدايتهم وثالثا لأنهم إذا اهتدوا سيكونوا عضدا لنا وسندا فنحقق ثلاث مقاصد إيجابية المقصد الأول أننا نتقوى بالمال الذي يعطونه مقابل فدائهم فلوس والثاني أننا بذلك إذا لمسوا منا رحمة فإن ذلك قمن أن يدفعهم للإسلام أيها والثالثة أننا إن شاء الله إذا أسلموا أو الذي يسلموا منهم سيكونوا قوة لنا وعضدا لنا ومساندة لنا وماذا تقول أنت يا عمر فقال عمر يا رسول الله لا أرى رأي صاحبك أنا لا أرى رأي صاحبك أبدا قال وما ترى قال أرى يا رسول الله أن تمكنني من فلان من عشيرتي لأضرب عنقه والناس ينظرون وأن تمكن أبا بكر من رجل من أقرب الناس إليه من رحمه فيضرب عنقه وأن تمكن مصاب من أخيه فيضرب عنقه وأن تمكن عليا من أقاربه فيضرب عناقهم لكي واسمه العلة دي الكسي أعمار لكي يعلم المشركون أنه ليس فينا رحمة لمن أخرجنا وقاتلنا وعادانا ليعلموا أن المسلمين لا يرحمونهم قاتلون وأخرجون صدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تقولون فتكلم بعض القوم منهم من مال إلى رأي أبي بكر ومنهم من مال إلى رأي عمر قال اسكتوا فدخل النبي إلى بيته فاختلى بنفسه ومرر الفكرة في رأسه أيهما أصلح رأي أبي بكر أم رأي عمر فسأل الله أن يهديه للحق وأن يهديه للصوام وبعده نيهة خرج رسول الله على القوم فقال أما أنت يا أبا بكر فمثلك في الأنبياء كمثل إبراهيم الذي قال في كتاب الله بعد أعوذ بالله من الشتان الرجيم من أطاعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور الرحيم ومثلك يا عمر في النبيين كمثل نوح إذ قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا وأنت مثلك يا أبا بكر في الأنبياء مثل عيسى حينما قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ومثلك يا عمر في الأنبياء مثل موسى الذي قال رب اشدد اشدد على قلوب واطمس على أموالهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب لليم وأنت يا أبا بكر مثلك يا أبا بكر في الملائكة مثل ميكائيل يأتي بالرحمة وبالأمطار والخير ومثلك يا عمر في الملائكة كمثل جبريل يقلب قرية فيجعل عاليها سافلها بجناح واحد ما هدى النبي صلى الله عليه وسلم ما هدى لهم أنت على حق لك نموذج في الأنبياء والملائكة بل لك النماذج في أولي العزم من الرسل إبراهيم وعيسى وأنت يا عمر لك نماذج وأسوة في أولي العزم من الرسل نوع وموسى اختياركم اختياركم يحوز كل واحد إلى أنبياء سبحان الله وإلى ملائكة أما أنا قال عمر فصمت النبي قال عمر فهوى رسول الله رأي أبابك هوا أي مال النبي واختار رأي سيدنا أبي بكر قبل الفداء عليه الصلاة والسلام قبل الفداء لا إله إلا الله فتفرق الجمع على أن النبي صلى الله عليه وسلم صافي حكم في الأمر واختار الفداء اختار رأي أبي بكر رضي الله عنه ومن سار على دربه سيدنا عمر غاب يوم ثم جاء في اليوم الموالي إلى رسول الله سيدنا عمر سافر عنده القضي نطع الرأي أنت عبوك رأي لغا تطبق فلما وصل إلى بيت رسول الله وجد أبا بكر في بيت النبي قد سبق وهما يبكيان ربي 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 يبكيان النبي يبكي وأبو بكر يبكي فوقف عمر الفاروق على عتبة الباب وقال يا رسول الله لم تبكيان أخبراني إن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء أن تباكيت لبكائكما يبكيش ما نبكيش يبكيش حاجة تأثر أنا غادي نبكي إلاكم أثر غادي تأثر غادي نبكي وإنما شي حاجة ما تأثر شيء ما تبكي أتباكى يعني يبكي يبكي لقد عريض علي لقد عريض علي عذاب الله أدنى من تلك الشجرة فأشار إلى شجرة قريبة أي أن العذاب وصل إلى تلك الشجرة بيننا وبين العذاب تلك الشجرة بماذا؟ بسبب ما عرض علي أصحابك من رأي في هؤلاء الأسرة حينما مالت كفتهم إلى مسألة الفداء الله الله صوب رأيك الله جل في علاء صوب رأيك فأنزل الله قوله تعالى في سورة الأنفال ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لو لا كتاب من الله سبق لمستكم فيه فيما أخذتم عذاب عظيم وربي ربي 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 قرأ النبي وهو يبكي لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا فيه دروس كثيرة هذا الأمر الدرس الأول عندما كنت تكلم عنه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير في مثل هذه الأمور التي لم ينزل فيها وعي وقلت لكم إن النبي يجتهدك كل المجتهدين في الأمور التي لا نصف فيها نعاود لها المرة في السيرة نعاودها نعاودها ما نعذرش على الشورى نعاود على المسألة النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف تصرف النبي الذي يبلغ ما أوحى الله إليه هذه ما عندنا مشكلة كل شيء يقول السمعنا وأطعنا في المسائل التي لا وحي فيها تعرض على النبي أمور مستجدة تتطلب الاجتهاد في الفور فيجتهد النبي صلى الله عليه وسلم ويستشير الصحابة فيعصرون عقولهم ويقصدون من وراء الاجتهاد وجه الله وخدمة الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم يميل مع هذا أو يميل مع هذا فيجتهد النبي عليه الصلاة والسلام فيصدر القرار فإذا صدر قرار من النبي صلى الله عليه وسلم دائما هذه نقولها إذا وصل اجتهاد النبي إلى ما هو الكمال في علم الله يسكت الوحي وإذا لم يصل اجتهاد النبي إلى ما هو الكمال في علم الله في تلك النازلة تدخل القرآن ليرفع اجتهاد النبي إلى ما يريد الله سبحانه أن يصل به إلى الكمال نخل ليش وهذا مما نزل فيه القرآن ليرفع اجتهاد النبي إلى ما هو الكمال في علم الله تعالى في هذه النازلة نقف إن شاء الله تعالى عند هذه الآية يقول سبحانه عز وجل شوفه شوفه في الآية التي نزلت ما كان للنبي أن يكون له أسرع حتى يدخنا في الأرض لماذا تستعجلون جمع الأسرع وأنتم لازلتم لم تفخنوا في الأرض أفهمتها الوقت شو لم أفهمتها أفهمتها القضية أفهمتها القضية سيد ربي كيقول له كيقول له ما كان لنبي أن يكون له أسرع حتى يدخن في الأرض لماذا تستعجل جمع الأسرع كان عليك أن تقتل أن تذخن في الأرض لماذا تورد من وراء الأسرع من لول الدنيا لماذا تريد الدنيا الله يريد الآخرة هذه أول معركة كان لابد أن يرهم به الأعداء أن يعلم أعداء الله أن المسلمين لا أرحمونهم ولا يريدون فقط أموالا الله هو الرازق لا يريدون أن تكون أول معركة وغزوة إسلامية ضد الكفار يرادوا من ورائها جمعوا المال بكل وسيلة يجمعون الغنائم ثم بعد ذلك العصر لغرض الغنائم لا 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 ما هذا نزل البعض يجمع الغنائم والبعض ذهب لا ليقتل أولئك ويقاتلهم ولكن ليضع الوثاقة في أيديه معلاش لأنهم يعرفون أن أصحابهم وأهليهم لن يتركوهم موثق اليدين عند النبي بل سيأتون بالأبوال أي تريدون عرض الدنيا الره يريد الأخيرة الله عزيز الحكيم لو لا كتاب من الله سبق لمسكم أي أن العذاب كان على وشك أن يمسكم ومن الذي جعل العذاب يرتفع فلا يعذبكم هو أن الكتاب سبق بماذا سبق الكتاب حتى لم يعذبوا قلوا لي الواش ما هو هذا الكتاب الذي سبق في علم الله والذي من أجله أرفع العذاب عن أصحاب رسول الله ما هو هذا الكتاب ما هو هذا القدر الذي سبق قال بعض العلماء يقول تعالى في صورة محمد صلى الله عليه وسلم فإما منا وإما فداء حتى تضع الحرب أو زارها يعني أنه سبق أن أنزل الله تعالى زيد أنهم يجوز لهم أن يأخذوا الفداء يعني أن القرآن سبق وحكم الله سبق أن الفداء هو من جملة وسائل تحرير الأسرة فعن الله أنزل هذا الحكم مسبقا معناه ولذلك حينما سبق في علم الله هذا الأمر وسبقت نزول هذه الحكم في هذه الآية فمعنى أن الله سبحانه عز وجل قد عفاكم من العذاب وحد قال له لا ليس هذا لأن صورة محمد نزلت بعد قضية الأنفال ما هو هذا الكتاب الذي سبق لا سدي هذه الآيات التي تحدثت عد المن والفداء في صورة محمد نزلت بعد الأنفال ما كاتش كين هذا ما شي هذا هو الكتاب الذي سبق إذ ما هو الكتاب الذي سبق كينزوش سبق في علم الله سبحانه أن الله سيحل لهم الغنائب ويحل لهم الفداء هذا سبق في علم الله هذا سابق في علم الله أن الله سبحانه في المعارك بين المسلمين وغير المسلمين حينما يسقط بعض الأصراف في يد المسلمين الله في علمه سبق أنه سيشرع لهم مسألة الفداء هذا وحدة والثانية أن الله سبق في علمه زيد هذه كيف تعرفها زيد بس بس بق أن لا يعذب أهل بدر أبدا 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 قال رسول الله لعمر حينما قال إذن لي أضرب عنق هذا المنافق يشير إلى حاطب بن أبي بلتعى كما سرر في السيرة قال له وما أدراك يا عمر وما أدراك إن الله تعالى سبحانه قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم الذي سبق في علم الله أن النار أن النار حرام على أهل بدر الله أكبر فهم خيرة الصحب بعد رسول الله أهل بدر هم خيرة الصحب زيد والملائكة الذين شاركوا في معركة بدر هم خيرة الملائكة عند الله فجمع الله في غزوة بدر خيرة الخلق الذين اجتمعوا في تلك الواقعة لم تجتمع جماعة منذ آدم إلى يوم القيامة في أنتع 314 محل ذوك الناس والذين قاتلوا إلى جانبهم كما قال جبري عليه السلام من الملائكة اختارهم الله هم خير الملائكة في الملائكة الأعلى فجمع الله في بدر خيرة البشر مع خيرة الملائكة الله 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 إذ ما معنى لولا كتاب سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم أي لولا الكتاب المكتوب في الأزل سبق أن الله كتب في اللوح المحفوظ أن الله سبحانه سيحل للنبي وأصحابه الغنائم وسيحل لهم ما يسمى بالفداء هذه وحدة وأن الله كتب فيما سبق في اللوح أن الله لا يعذب أهل بدر أبدا هذا هو فرفع الله عنهم العذاب لماذا لأن الله سبق في علمه أنه سيجيز لهم قضية الفداء بالنسبة للأسرة وسبق في علم الله أن هؤلاء هم خيرة الخلق فلن يعذب الله أهل بدر أبدا الله لا إله إلا الله فبدأ الناس يأتون إن شاء الله باش بالفلوس شاع في مكة أن محمدا يقبل الفداء صلى الله عليه وسلم فقسم الأسرة إلى ثلاث أقسام ثلاثة أقسام القسم الأول اللي عندهم الفلوس ما لهم هو أسمه غادي يقبلهم منهم الفلوس ويدي والأسران تاحهم وش حال الأسير وش حال باش يتفدأ الأسير من ثلث آلاف والغالقة أربعة آلاف دي رحم أو لا ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف الغالقة مين أبو عزيز اللي هي مرفع قلت لهم كم هو أغلى فداء قدم لفداء أحد يرس قالوا أغلى هو أربعة آلاف قالت أنا والدي نعطيه خمس آلاف ما نرفعش هي الوحيدة التي فدت بي ولدها وش عاد فقر بلافو أنا والدي ما يخصوش نتلقي بحال الأخرين كل خمس آلاف خمس آلاف ذاك اللي كان يحكي على ذاك الطمار فدته بخمس آلاف يقول ذاك تلت ألاف الربعة آلاف اللي عندهم اللي مع عندهم شو أسموه اللي مع عندهم شو اللي مع عندوش والو من ديك ديك واسمو يدير واسمو يدير من منكم يعرف الكتابة والقرعة يا الله يرى فعوزي للذين يحسنون الكتابة والقراءة قال فداؤكم هي أن يعلم كل واحد منكم عاشرة من ذرار المسلمين القراءة والكتابة لن يقول لي يطلقوا فيها النار وقال إن شاء الله تبارك وتعالى محرر على رجعها هير يسا يدخل التحضيري عام والثاني عام والثالث عام أربع سنين يخرج ما يغعرفش يكتب هذو عشرة أيام يعلمنك عشرة القراءة كده البرابة هذا الشي اللي رح نقروه هذا المناهج وهش اللي نقروه فان شي لم يافلم تخيلي يعني المشرك باغي باغي عشرة يعلموا القراءة والكتابة ومنين يجين عامسي دي باشي يطلقوا يفموت على ذوك العشرة يصيبهم يطلقوا فيها ال باي 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 واحدين يعطوا الفلوس واحدين يعلموا والثالثين شكرهما ما عندهمش ما قاريينش وما عندهمش لا قراءة لا فلوس لا علم ولا مال جاي بينهم انتم باب السيف غالله يو ايش غادي ندولك انتا ايش كان دي بس دارهم منبسة من عليهم اطلقهم اطلق صراحة وعاقلوا على هذا النفس اللي غادي يقولكم اطلقهم ان شاء الله تعالى باش تعارفو ان شاء الله فالسيرة اطلق ابو عزة الجمحي عاقل عياسي هذا اللي غادي يكون عندنا معافة في واحد واحد شي كبير يو قال له الشرط عليهم بقلهم يا ابا عزة قايب كي قال له عندي وليداتي وعندي يا رسول الله يا محمد انا وليداتي وما عنديش لي فلوس ولم ندخل ليدي وكذا قال له نحن اطلقينكم ولكن الشرط عليك ابو عزة واحد الشرط قال اسمه ألا تقاتل المسلمين في المستقبل ابدا شرط عليهم مش لكن هدي اوحد اسمه هدي يقبضوا المرات هذا عاقله عليهم زيان هذا ابو عزة اطلق عليه الصلاة والسلام رجالا اخرين واحد واحد من هالصحابة اللي شارك فوق بدر مش هيدين لعمرة مش هيدين لعمرة مش هيدين لعمرة شكون قبضوا قبضوا ابو اسوفيان صيف تقل المحمد صلاة قال له صاحبك ارا مكرسوا راحنا مكرسين صاحبك ايوك ما كونه شو القيت علاش قبضوا لا رانا قبضوا علاش لانا عمر بنو ابي اسوفيان ارا قبضوا نبي سلايسر فارسل النبي عمرا الى ابي اسوفيان باش تقلنا الصحابي رضي الله عنه ان شاء الله اروح سعد النعمان بن سعد رضي الله عنه ونكمل لكم بهذه ان شاء الله اللي غادي تبقى ان شاء الله الدرس الجاي تعال السينة النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد يقبض انه الشي اللي يعطيه له باش يفديه وواحد السيد جاب واحد الصرة لكم كل واحد اصبديك الصرح اللي اصبديك الصرح اللي وجبد القيلادة القيلادة بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحبة ما عارفين قلادة ديال من هذي هالقلادة ديال من ديال أمنا خديجة رضي الله عنها رحمنا هذي قلادة ديال ديال خديجة فكرت بخديجة القلادة عند من كانت ننزوج البنت الكبيرة زينب أهدت خديجة ابنتها زينب عند زواجها بأبي العاص ابن الربيع هذه القلادة فالتفت النبي فوجد أبي العاص ابن الربيع أسيرا وأن ابنته أرسلت قلادة قلادة أمها لدلالها رسول الله فبكى رسول الله تقول له زينب أنت كنت تحب أمه وهذا الدليل وانا نحب هذا السيد تقول له راشلي ومو شرك كان مازال ما حرمش الله تعالى مازال ما زلشه لا تمسكوا بإصام الكوافر فبكى رسول الله وقال يا معاشر المسلمين هذه قلادة خديجة قلادة خديجة زوجتي جهزت بها ابنتي زينب أول ابنتي زوجتها والآن ها هي ترسلها ما عندها والم يعني كان في الحقيقة أبي العاصب نرى باش كون لي يجي وإصفت الفلس باش يباشي عادقو واش كون حبابه لكن ما بغاحته واحد من حبابه عنده أخوته وعنده أحبابه وعنده العائلة ديه علاش علاش الخلين أصفتو أحبابهم علاش يا عندهم مسكين هذي كل مرة وكيد يره في مكة أبك هو اللي درنا أبك هو اللي قتلنا صحبنا أبك هو يا الله لمسكين بلاب لها الله تعالى زينب فأرسلت أعز ما تملك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه قلادة خديجة جهزت بها خديجة ابنتها زينب حينما زوجناها وهي تريد الآن أن تفدي زوجها أبي العاص من الربيع أترون أن شو شو مثل أترون أن نمن عليه ونرد القلادة إليه إلى زينب صلى الله عليه وسلم شو يعني للرحمن تعالى لوالدين يعني لا إلهي الله ورحمة الله سلواته ربنا وسلم الصحابة بقوا يبكيوا قالوا يا رسول الله قالوا مواش تقبضوا هاجي الشيء أنفديوه اللي تمنع له وردوها وهو شوفوا سيدنا بيبكي قالوا يا رسول الله يا رسول الله نمن عليه رد القلادة إلى زينب نمن عليه فدعا لهم رسول الله بخير فأطلق صراحه أبي العاص فقال له رسول الله إذا ذهبت إلى مكة لا يمكن أبدا أن تظل معها بشرط أن ترسلها إلينا في المدينة لأن رقية ماتت زوجة عثمان ومكل فيوم زوجة العثمان فاطمة بقي صغيرة ما زوجت وزينب وحدها مع المشركين غير هي وحدها اللي بقات في مكة لما رأى البنت الكبيرة قال له صيف تهان الله قال له ما نهضروش عليها ما نهضروش عليها لا يلا 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 الله سأقف إن شاء الله عند هذا الحد لنختم غزوة بدر قصة هجرة زينب ولحوقها بالنبي والبلايا التي أصابتها زينب في السيرة قصة مبكية محزنة قصة تدمي القلوب فنسأل الله تعالى سبحانه أن يرزقنا محبة الحبيب وأن نعيش في رحاب سيرة الحبيب حتى نلقى الحبيب عند الخوف ووصل الله على حبيبنا